اهلا وسهلا بكم حبيباتي في قناة وصفات لكم سعدت بلقائكم مجددا اذا حبيباتي اليوم جئتكم بفيديو جديد هو عن كيفية تطويل الرموش هذا الفيديو من طلب بعض المتتبعات اذا اليوم جئتكم بوصفها الى وممتازة في تطويل الرموش فقط داوموا عليها وسوف تلاحظون النتائج ان شاء الله سوف تكون نتائج مبهرة باذن الله اذا مكوناتها ممتازة في تطويل الرموش اول مكون سوف نحتاج اليها سنحتاج هنا الى زيت الخروع زيت الخروع هو رائع جدا ومعروف عن مدى فوائده في تطويل الرموش وكذلك تطويل الشعر فقط اذا استعملتموه للرموش يجب عدم اقترابه للعيون فقط ركزوا هنا على الرموش فقط لذلك خذوا هذه النقطة بعين الاعتبار زيت الخروع رائع جدا في تطويل الرموش تكتيفها اذا قمتم باستعماله بالطريقة التي تكلمنا عنها ثاني مكون سوف نستخدمه هو زيت جوز الهند فزيت جوز الهند معروف في تطويل الشعر وانباته من الجذور هو ممتاز اذا كان متوفر لديكم استخدموه لانه رائع جدا كما نعلم فهو يكون جامد في هذه الفترة لذلك قموا بتدويبه قبل استخدامه لانه بفعل البرودة يتجمد وهذا دليل على ان زيت جوز الهند اصلي مئة بالمئة كذلك سنحتاج هنا الى كابسولة من الاوميغا 3 او كذلك اذا توفر لديكم كابسولات من الفيتامين اي اي الفيتامين ها او حتى زيت الفيتامين ها فكلها رائعة جدا اذا قموا باستخدام ما هو متوفر لديكم اذا حبيباتي قبل المرور لطريقة التحذير وطريقة لاستخدام اتمنى منكم ان تدعموني بالضغط على زر لايك اذا اعجبكم هذا الفيديو وكذلك لتشجيري على اعطائكم المزيد من الوصفات المجربة والمضمونة اذا كنتم اول مرة تزورون قناتي قناة وصفات لكم فاهلا وسهلا بكم يسعدني انضمامكم للقناة عبر الضغط على زر اشتراك او زر سبسكرايب ايضا لا تنسوا تفعيل زر الجرس لكي تتوصلوا بكل الوصفات التي اقوم بتنزيلها يوميا وشكرا لكم وشكرا على وفائكم الدائم لقناة وصفات لكم اذا هنا على بركة الله سوف اضيف هنا بعدما قمت بتدويبي زيت جوز الهند سوف اضع هنا مقدار ملعقة صغيرة او مقدار ملعقة كبيرة بهذا الشكل سوف نضيف كذلك مقدار ملعقة من زيت الخروع ضروري ان تكون هنا المكونات اصلية مئة بالمئة حتى نتحصل على النتائج المراد الحصول عليها سوف اضيف نفس المقدار يعني مقدار ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند وكذلك مقدار ملعقة كبيرة من زيت الخروع بعد ذلك سوف نضيف هنا كما قلت اذا كان متوفر لديكم كابسولة من الأوميغا 3 او كابسولة من الفيتامين ه او حتى زيت يعني الفيتامين ه كل المكونات فهي رائعة جدا فاضيف هنا كابسولة الأوميغا 3 بهذا الشكل فالأوميغا 3 رائع جدا لتطويل الشعر وكذلك الرموش اذا نمزج العناصر جيدا حتى نتحصل على خليط يكون متجانس بهذا القوام بنسبة لطريقة استعمال الوسطى هي سهلة جدا نأخذ سواء قطنة نقوم بغمرها في هذا الخليط ثم نقوم بتمريرها على الرموش وذلك قبل النوم دائما هذه الوصفة تستعمل قبل النوم يعني في الليل او يمكنكم استخدام فرشات المسكرة تكون نظيفة وفارغة تستخدمونها فقط لتطبيق هذه الوصفة هنا يمكنكم مضاعفة كمية هذه الوصفة واستعمالها حتى للشعر اذا كان لديكم تساقط او فراغات او صلعة غير وراتف الوصفة كذلك رائعة بل وهائلة في تطويل الشعر وتكتيفه فهي مجربة مني شخصيا واعطتني نتائج سوف تبهركم جدا اذا هنا اذا قمتم بعمل كمية كبيرة ممكن الاحتفاظ بها في قنينة او علبة زجاجية تحتفظون بها في مكان جاف ثم تستخدمونها بشكل يومي على رموشكم فقط كما قلت تجنبوا يعني اقتراب هذه الوصفة لداخل العينين فقط طبقوها للرموش حتى تحصلون على نتائج جد جيدة يعني نطبقها بالليل وفي الصباح نقوم بغسلها كما قلت كارروا هذه العملية يوميا حتى نتحصل على نتائج مبهرة بإذن الله كانت هذه هي وصفة اليوم جربوها ان شاء الله انا جد متأكدة انكم سوف تدهشكم النتيجة بشكل رائع اذا اعجبكم هذا الفيديو لا تبخلوا عليه بالضغط على زر لايك ومشاركته مع اصدقائكم ايضا لا تنسوا الاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس لكي تتوصلوا بكل ما هو جديد والى اللقاء اشتركوا في القناة